بالنسبة للقانون الانتخابات التيار الصدري والقوى الوطنية ومن ضمنها القوى المدنية والتشرين لا تريد تغيير هذا القانون باعتبار هذا القانون أعطى نوعا ما من النجاح على الأقل وصول عدد محدود طبعا من المستقلين إلى البرلمان وقوى الإطار التنسيقي تريد العودة إلى نفس القانون السابق الذي يضمن بقاء القوى الكاسيكية أو القديمة في مجلس النوم هذه نقطة والتيار الصدري قد وضع خطا أحمر على هذا الموضوع النقطة الثانية الخلافية قوى الإطار التنسيقي تريد العودة مرة ثانية على أن تكون المفوضية العلية المستقلة للانتخابات هي مفوضية سياسية يأتي موثلية الحزاب السياسي ليديروا هذه المؤسسة والتيار الصدري والقوى الوطنية أيضا معه يريد بقاء القضاء العراقي المجلس القضاء الأعلى هو من يدير هذه المفوضية باعتبار قد أبلى بلاء حسن ولا أحد يشكك بنزاهة القضاء العراقي لهذا متمسك بقضية القضاء والنقطة الثانية يعني الذهاب إلى حل الحكومة التيار الصدري لديه إشكالية مع قوى الإطار التنسيقي